صرخة رضيع يتدور جوعاً لم تبقي له الحرب سوى أخت تربط على كتفه أتراها تدرك حجم ما يجري من صدمة الحرب بينما تكاد الأعين تبوح بأنها تشاهد جهاراً أشباح الجوع وهي تتجول في الجزء الشمالي من القطاع تقرير للأمم المتحدة عن الأمن الغذائي حذر من أن أطفال قطاع غزة سيموتون جوعاً بالمئات بل بالآلاف بسبب أزمة مستفحلة من انعدام الأمن الغذائية فمليون ومائة ألف شخص على الأقل في قطاع غزة استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وهو ما يعادل نصف سكان القطاع بأكمله وبقدر ما هو مأسوي الوضع الإنساني في قطاع غزة تظل الصورة بشأن نصف الشمالي منه متاجاوزة حدود التصور بشهادة الأمم المتحدة لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي من تسيير سوى تسع قوافل إلى الشمال منذ بداية العام لدواع غياب الأمن وكثافة القصف وبسبب اشتراط إسرائيل الحصول على موافقة للسماح بذلك المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك حمل إسرائيل المسؤولية حيال الوضع الإنساني المتردي ومضى إلى حد اتهامها باستخدام الجوع كسلاح حرب وهو ما يخالف القوانين الدولية إن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة بتزامن مع استمرار القتال قد ترقى إلى مستوى استخدام تجويع كوسيلة للحرب وهو ما يعد جريمة حرب أما الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس فقال إن قطاع غزة بات يسجل أكبر عدد من الناس على الإطلاق مما يواجه نجوعا كارثيا وأنه لم يسبق لذلك مثيل في أي مكان وزمان في العالم هذا الوضع الكارثي دعا جوتيريس إلى المطالبة المستعجلة بوقف فوري لإطلاق النار لإسباب إنسانية جوتيريس جدد أيضا مطالبته إسرائيل بضمان الوصول الكامل لشحنات المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة ومن دون أي قيود للحيلولة دون كارثة كبرى هناك